بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين حديثنا مع حضراتكم حول الشمائل والأخلاق المحمدية نحن نتكلم عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم لنتعلم من أخلاقه صلى الله عليه وسلم فبمجرد أن نحدثكم عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخلاقنا تتهزب وإن أخلاقنا تتجمل بذكر أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا إن دل فإنما يدل على حياة القلب فالقلب الحي هو الذي يكتسب من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن تستمع إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى كرمه نتعلم منه الكرم إلى شجاعته نتعلم منه الشجاعة إلى حلمه نتعلم منه الحلم صلى الله عليه وسلم فأما عن شجاعته صلى الله عليه وسلم وعن قوته ومرؤته فإن الصحابة الكرام يقولون ما رأينا أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لا يحتاج إلى حماية من أحد فالذي يحميه ويحفظه ويعصمه من الناس هو الله سبحانه وتعالى وهكذا حال المؤمن الذي يسق بربه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى حماية من أحد ولا يحتاج إلى رعاية من أحد هذا هو حال المؤمنين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وإن جندنا لهم الغالبون ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا إذن عندما نتحدث عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم نحن نكتسب من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم تظهر في معركة حنين عندما انهزم المسلمون في بداية المعركة ويوم حنين إذ أعجبتكم كسرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم انتصر المسلمون بعد ذلك ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الخيول لما هرولت وأسرعت بالهروب خيول الصحابة التي كانت تحملهم وجرح سيدنا خالد ابن الوليد ووقع على الأرض وأصبحت طامة كبيرة أصبحت مصيبة عظيمة الذي ثبت في هذا الموقف واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على بغلته البيضاء وقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وسبت وعندما أقول وقف على بغلته البيضاء لا أقول وقف على فرس البغلة سقيلة في الجري والذي يركب البغلة يحتاج إلى أن يهرول ورسول الله يقف وحده بين المشركين يقف وحده على البغلة السقيلة ليست سريعة ويعرف الناس بنفسه قد لا تبدو ملامحه صلى الله عليه وسلم للجميع الجميع لا يعرفون ملامح النبي صلى الله عليه وسلم وهو بذلك يعلن ويفصح عن نفسه ما هذه الشجاعة ويركب على بغلة بيضاء سقيلة والحروب تحتاج إلى فرس سريع لا إلى بغلة سقيلة ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ثم يقول لعمه العباس نادي على أصحاب السمرة الذين بايعوه تحت الشجرة الذين نزل فيهم قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فنادى العباس يا أصحاب السمرة ثم قال العباس فوالله جاءوا إلى رسول الله كأن عطفتهم عطفة البقر على صغارها انظر إلى الأم عندما تعطف على ولدها كأن عطفتهم عطفة البقر على صغارها ثم واجه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وقال إن هزموا ورب الكعبة إن هزموا ورب الكعبة إن هزموا ورب الكعبة فهزم المشركون ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وبفضل شجاعته وبفضل مرؤته صلى الله عليه وسلم فإذا حدستكم عن الشجاعة أحدثكم عنها في شخص النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم الشجاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس كان أنجذ الناس يغيس الملهوف وينصر الضعيف صلى الله عليه وسلم ولما صارعه ركانه وكان معروفا في الجاهلية بقوته انتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصرعه هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك مع هذه الشجاعة تصحبها الحل هذه الشجاعة معها الرحمة شجاعة مع رحمة وهذا أمر في غاية الصعوبة أن تجمع بين القوة والشجاعة والرحمة هذا لا يجتمع إلا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لأخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم واحفظ مصر واجعلها في ضمانك وأمانك يا رب العالمين هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته